وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن غداً بحول الله الثلاثاء التاسع من أفريل أربع وعشرين وألفين ميلادي هو تمام الثلاثين من شهر رمضان المعظم وأن الأربعاء العاشر من أفريل أربع وعشرين وألفين ميلادي يكون بحول الله الفاتح من شهر شوال خمس وأربعين وأربعمائة وألف أول أيام العيد المبارك والله نسأل أن يجعله عيداً مباركاً طالع يمن وبركة وآلاء وإسعاد تحقق فيه الأمال وتبذل فيه الجهود الصادقة لرفعة هذا الوطن التونسي ومناعته وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية وأن ينظر إلى أخواننا في غزة الميامين بالأرض المباركة التي بارك الله حولها بعين رحمته ونصره وتأييده ترجمة نانسي قنقر